بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا اتفقنا اعزائي الطلاب ان الواحدة التانية بتتكلم عن نمازج لبعض الدول النامية والمتقدمة على مستوى العالم على مستوى الايه؟ العالم اول النمازج زي ما اتفقنا هي جمهورية الهند جمهورية الهند تعتبر من الدول النامية ونموذج مهم جدا جدا بقرة اسيا نموذج مهم من الدول النامية بقرة ايه؟ بقرة اسيا تعالوا نبدأ كده جولتنا مع جمهورية الهند ونبدأ جولتنا بايه؟ نبدأ جولتنا بالموقع الفلكي لدولة الهند لو تأمننا الخريطة اللي قدامي تتكلم عن جمهورية الهند نلاحظ ان دولة الهند تمتد بين دائرتين عرض 8 شمالا الى 35 شمالا يعني من 8 شمالا الى 35 شمالا معنى كده ان دولة الهند تقع باكملها في نص الكرة الارضية الشمال كذلك لو تأمننا الخريطة نلاقي ان دولة الهند تبدأ من 68 شرقا خط طول 68 شرقا الى خط طول 97 شرقا خط طول 97 ايه؟ شرقا معنى كده ايضا انها كلها بتقع في نص الكرة الارضية الشرق يبقى تاني تمتد بين دائرتين عرض 8 شمالا الى 35 شمالا ثم تمتد ما بين 68 شرقا الى 97 شرقا طيب ده بالنسبة للموقع الفلكي نساحة دولة الهند زي ما احنا شايفين بتمتد او بتبلغ حوالي 3.2 من 10 مليون كيلو متر مربع 3.2 من 10 مليون كيلو متر ايه؟ كيلو متر مربع معنى كده انها تقريبا بتبلغ مساحتها 3 اضعاف مساحة جمهورية مصر العربية قد جمهورية مصر العربية حوالي 3 مرات مساحة جمهورية مصر مليون كيلو متر مربع الهند تبلغ مساحتها 3.2 من 10 مليون كيلو متر مربع طيب ده بالنسبة للموقع الفلكي والمساحة الموقع الجغرافي بالنظرة كده للخريطة اللي قدامي خريطة الهند نلاحظ ايه نلاحظ ان الهند يحدها من الشمال ثلاث دول مهمين جدا اركز كده مع بعض الصين دولة الصين من الشمال ومعها دولة تسمى بوتان دولة تسمى بوتان ودولة نيبال ودولة ايه نيبال من الشمال الشرقي يحدها دولة هنا تسمى دولة ميا نيمار دولة تسمى دولة ميا نيمار ايضا في الشمال الغربي بيحدها دولة باكستان في الشمال الغربي بيحدها دولة ايه باكستان طيب لما نبص كده على الجنوب الشرقي يمتد مع خليج البنغال حدودها من الجنوب الشرقي تمتد مع خليج الاب البنغال مع الجنوب الغربي او في الجنوب الغربي تمتد حدودها مع سواحل البحر العربي مع سواحل البحر الاب العربي يبقى من الشمال بيحدها دولة الصين بوتان نيبال من الشمال الغربي بيحدها دولة ميا نمار ومن الشمال الغربي دولة باكستان من الجنوب الشرقي خليج البنغال ومن الجنوب الغربي البحر العربي مرة تانية من الشمال بيحدها الصين بوتان نيبال من الشمال الشرقي دولة ميا نمار من الشمال الغربي دولة باكستان من الجنوب الشرقي خليج البنغال ومن الجنوب الغربي البحر العربي طيب نلاحظ ايه نلاحظ في دولة الهند انها شبه جزيرة شبه جزيرة متفقين ان بيحيط بها الماء من ثلاثة جهات زي ما احنا شايفين من الشرق والجنوب الشرقي خليج البنغال من الجنوب المحيط الهندي من الجنوب الغربي البحر العربي لذلك دولة الهند تعتبر زي ما احنا شايفين شبه جزيرة شبه ايه جزيرة بيحيط بها الماء من ثلاثة ايه من ثلاثة جهات ما عدا الجهة الشمالية لا يحدها الميا يبقى الهند تعتبر شبه جزيرة ليه بيحيط بها الماء من ثلاثة جهات ما عدا جهة الشمال ما عدا جهة الايه الشمال ايضا نلاحظ انها تعتبر على شكل مسلس دولة الهند على شكل ايه مسلس شكل مسلس رأسه فين؟ رأسه في الجنوب تعتبر على شكل مسلس رأسه في الجنوب طيب نلاحظ كده مع بعض عندي دولة صغيرة هنا اسمها دولة بن جلادش دولة بن جلادش هذه الدولة توجد بكاملها داخل حدود دولة الهند توجد بكاملها داخل حدود دولة الايه الهند دولة بن جلادش دولة من الدول المهمة جدا تعتبر كلها بحدودها كلها موجودة داخل دولة الايه داخل دولة الهند ولكن نلاحظ ان هي دولة الهند دولة وبان جلادش دولة خالص دولة بن جلادش موجودة حدودها كلها داخل دولة الايه داخل دولة الهند تمام ننتقل مع بعض لنقطة مهمة جدا داخل دولة الهند وهي تداريس دولة الهند. لو جينا لاحظنا في الشمال نلاقي الجبال المشهورة اللي خدناها في الفصل الدراسي الاول جبال الهيمالايا. تقع في شمال دولة الهند. في شمال دولة الايه? الهند جبال الهيمالايا. طيب في جبال تانية اه. ننزل كده عندي سلسلة جبال تسمى جبال الغات الشرقية. شايفينها مع بعض? جبال الغات الشرقية. وفي المقابل الجهة الاخرى موجودة جبال تسمى جبال الغات الغربية. جبال تسمى جبال الغات الغربية. يبقى تاني سلاسل الجبال مهمة جدا في دولة الايه في دولة الهند. في شمال توجد جبال الهيمالايا. ثم جبال الغات الشرقية. وما نساش في الجهة المقابلة جهات الجبال الغات الغربية. جبال الغات الايه؟ الغربية. تمام. في الوسط تظهر تظهر هضبة مهمة جدا. برضو درسناها في الفصل الدراسي الاول في تدريس كرة اسيا. وهي هضبة الدكن. في الوسط تظهر هضبة مهمة جدا جدا جدا. وهي هضبة الايه؟ هضبة الدكن. طيب. ايه تاني من التدريس موجود في دولة الهند؟ موجود سهول فايدية. واحنا عارفين ان السهول الفايدية دائما بتكون حول مجاري الانهار. اول سهل فايدة عندي فوق في الشمال وهو نهر الجانج. سهول نهر الايه؟ الجانج في الشمال الشرقي. سهول نهر الجانج في الشمال الايه؟ الشرقي. نزل في الجنوب نرأي نهر صغير جدا اسمه نهر كوفري. نهر مهم جدا اسمه نهر ايه؟ كوفري. واحد من انهار صغيرة تمتد في الجنوب. نهر كوفري نهر من الانهار الصغيرة التي تمتد فيه؟ التي تمتد فيه الجنوب. تمتد فيه؟ في الجنوب. يبقى الجبال في الشمال جبال الهيملايا. ثم جبال الغات الشرقية وجبال الغات الغربية. الهضاب في الوسط هضبت الدكن. السهول الفايدية عندي سهول نهر الجانج في الشمال الشرقي. وبعض الانهار الصغيرة في الجنوب مثل نهر مهم جدا يسمى نهر كوفري. نهر مهم جدا يسمى نهر ايه؟ كوفري. تمام؟ السهول الساحلية. زي ما احنا شايفين عندي سهول ساحلية بتمتد على خليج البنغال في الشرق تسمى بسهول او سهل كروماندل. سهل مهم جدا في الشرق على ساحل خليج البنغال يسمى باسم سهل كروماندل. يسمى باسم سهل كروماندل. سهل ايه؟ كروماندل. الجهة المقابلة ساحل ايضا يمتد على البحر العربي يسمى باسم سهل ميلبار. يسمى باسم سهل ايه؟ ميلبار على ساحل خليج على ساحل البحر العربي غربا. على ساحل البحر العربي ايه؟ غرب. يبقى السهول الساحلية مرة تانية. عندي ساحل على خليج البنغال يسمى باسم سهل كروماندل في الشرق. وساحل على البحر العربي يسمى باسم سهل ميلبار على الغرب. يبقى سريعا كده التضاريس مرة تانية قدامنا هي على خريطة دولة الهند. الجبال في الشمال عندي جبال الهملاية. انزل تحت عندي جبال الغات الشرقية وجبال الغات الغربية. في الوسط تظهر هضبة مهمة جدا تسمى بهضبة الدجن. طيب قلنا السهول الفايدية عندي سهول نهر الجانج في الشمال الشرقي. وبعض الانهار الصغيرة في الجنوب مثل نهر كفري في الجنوب. مثل نهر كفري فين؟ في الجنوب. السهول الساحلية عندي سهل على الخليج البنغال يسمى باسم سهل كروماندل. يسمى باسم سهل ايه؟ كروماندل. وسهل على البحر العربي يسمى باسم سهل ملبار. يسمى باسم سهل ايه؟ ملبار. ده بالنسبة لتضاريز دولة الهند. تعالوا نشوف شق اخر من دولة الهند وهو المناخ والنبات الطبيعة. لما ننظر كده لمناخ دولة الهند نلاقي ان متوسط درجات الحرارة السنوي بيزيد عن تلاتين درجة مئوية. متوسط السنوي لدرجات الحرارة بيزيد عن تلاتين درجة ايه؟ درجة مئوية. ويقل كلما اتجاهنا ناحية الشمال. يقل كلما اتجاهنا ناحية الايه؟ الشمال. وده راجع لايه؟ راجع لايه؟ موقع الفلكي لدولة الهند. انها في الجنوب بتمتد عند تمانية شمالا. اي انها قريبة من دائرة الايه؟ من دائرة الاستواء. لذلك بيرتفع درجات الحرارة في الجنوب عن الشمال. كلما بتجه شمالا تبتدئ لدرجات الايه؟ تبتدئ لدرجات الحرارة. الامطار بيهب على دولة الهند امطار موسمية صيفية. بتسقط على دولة الهند امطار موسمية ايه؟ صيفية. غالبا ما تكون غزيرة في الجنوب وتقل بالاتجاه نحو الشمال. وتقل بالاتجاه نحو الايه؟ الشمال. يبقى لما يجي اتكلم عن المناخ نلاقي ان متوسط درجات الحرارة بيصل الى 30 او يزيد عن 30 درجة مئوية ويقل كلما اتجهنا ايه شمالا اما بالنسبة للامطار بتسقط عليها امطار موسمية صيفية بتكون غزيرة في الجنوب وتقل بالاتجاه نحو الشمال تقل بالاتجاه نحو الشمال طيب النبات الطبيعي ينمو في دولة الهند غابات من نوع الغابات الموسمية غابات موسمية غابات ايه موسمية غالبا ما تنمو على السواحل الغربية والشرقية غالبا ما تنمو على السواحل الغربية والشرقية طيب في نوع تاني من النبات اه تنمو حشائش قصيرة على هضبة الدجن تنمو بعض الحشائش القصيرة على هضبة الدكن وتستخدم زي ما هنشوف دلوقتي كمراعي طبيعي وتستخدم كمراعي طبيعي يبقى تنمو الحشائش القصيرة على هضبة الدكن بالإضافة منساش مهمة جدا الغابات الموسمية على السواحل الغربية والسواحل الشرقي جانب آخر من دولة الهند وهو السكان خلينا نتفق الاتفاق دولة الهند هي تاني دول العالم سكانا بعد دولة الصين كنا ذكرنا في الفصل الدراسي الأول أن أكثر دول العالم سكانا دولة الصين ثم الهند رقم واحد على مستوى العالم في عدد السكان هي دولة الصين رقم اثنين أو تاني دول العالم من حيث السكان دولة الهند دولة الهند اين يتركز السكان نقطة مهمة جدا السكان غالبا ما يتركز في منطقتين سهول ساحلية وسهول فايدية سكان دولة الهند بيتركزوا فين يتركزوا في السهول الساحلية والسهول الفايدية ليه بما تفسر يتركز السكان في السهول الساحلية والفايدية ده راجع ليه وجود المدن الرئيسية وجود المدن الايه الرئيسية اهمهم مدينة تسمى نيو ديلي وهي العاصمة ومدينة على ساحل البحر العربي تسمى بومبي مدينة على ساحل البحر العربي تسمى بومبي عندي نقطة وملاحظة مهمة جدا جدا في دولة وهي ان دولة الهند بتعاني من مشكلة سكانية خطيرة جدا كيف وجهتها كيف وجهت الهند المشكلة السكانية اللي هي زيادة عدد السكان ادرت الهند من خلال سياسات تنموية مختلفة سياسات اصلاحية قامت بها دولة الهند ادرت من خلالها انها تتغلب على المشكلة السكانية اهم هذه السياسات هي ايه اولا الاهتمام بالتعليم اتبعت دولة الهند سياسة بدأت بايه؟ بدأت بالاهتمام بالتعليم ثم تطوير البحث العلمي وده كان ليه اثر مهم جدا على تطوير الزراعة والصناعة كان اثر مهم جدا جدا في تطوير الزراعة والايه؟ والصناعة يبقى ما يقول لي كيف واجهت الهند المشكلة السكانية او زيادة عدد السكان هقول له من خلال سياسات تنموية مختلفة اهم هذه السياسات هي الاهتمام بالتعليم تطوير البحث العلمي وذلك ادى الى تطوير الزراعة والصناعة طيب تعالوا نشوف مع بعض الموارد والانشطة الاقتصادية داخل دولة الهند لما اجيكلم عن الموارد والانشطة الاقتصادية اول نشاط يا بني في دولة الهند هو النشاط الزراعي دولة الهند توجد بها مساحات واسعة من الاراضي الزراعية اغلب هذه الاراضي الزراعية بتعتمد على مياه الامطار والانهار تعتمد على مياه الامطار والانهار وزي ما احنا درسنا في الوحدة الاولى ان دولة الهند تنتج كثير من المحاصيل الزراعية مثل الحبوب الغذائية مثل المحاصيل السكرية مثل المحاصيل النسجية والزيتية وزادت هذه المنتجات والمحاصيل الزراعية بكميات ايه؟ بكميات كبيرة في الفترة او في السنوات الايه؟ الاخيرة اهم هذه المحاصيل القمح الارز قصب السكر القط اهم هذه المحاصيل القمح الارز قصب السكر والقط القط طيب من الانشطة ايضا الموجودة في دولة الهند وهي الانتاج الحيواني او السروة الحيوانية والسماكية دولة الهند بتضم سروة حيوانية ضخمة وده راجع لايه؟ راجع لكسرة المراعي قلنا من شوية ان دولة الهند بتمتلك حشائش قصيرة بتنمو على هذا بتدك وتستخدم كمراعي ايه؟ طبيعية لذلك بتضم الهند سروة حيوانية ايه؟ سروة حيوانية ضخمة يوجد بالهند زي ما درسنا برضو في الوحدة الاولى اكبر عدد من الابقار في العالم ولكن زي برضو ما اشرنا في الوحدة الاولى ان القيمة الاقتصادية لهذه الابقار محدودة في دولة الهند القيمة الاقتصادية للابقار محدودة في دولة الهند راجع لايه؟ راجع لتحريم ديانة مشهورة جدا في دولة الهند اسمها الديانة الهندوسية هذه الديانة بتحرم اكل لحوم الابقار هذه الدولة بتحرم لحوم الايه؟ اكل لحوم الابقار أيضا يوجد بالهند أعداد كبيرة من الجاموس والأغنام تمتلك دولة الهند صروة سماكية مهمة جدا الهند من المدن الرئيسية المنتجة للأسماك ده لأنها بتطل على سواحل مائية طويلة زي خليج البنغال وزي الخليج العرب يبقى الصروة الحيوانية يوجد بالهند صروة حيوانية ضخمة بسبب كسرة المراعي بالإضافة لأنها بتضم أكبر عدد من الأبقار ولكن قيمتها الاقتصادية محدودة بسبب إيه؟ بسبب تحريم الديالة الهندوسية أكل لحم الأبقار أيضا بيوجد بالهند أعداد كبيرة من الجاموس والأغنام أيضا تعتبر الهند من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك ليه؟ لأنها بتطل على مسطحات مائية بسواحل طويلة مثل خليج البنغال والخليج العرب من الأنشطة الاقتصادية أيضا داخل دولة الهند وهي الثروات المعدنية ومصادر الطاقة ونركز كده في الثروات المعدنية ومصادر الطاقة يوجد بالهند ثروات معدنية مهمة جدا ومصادر طاقة مهمة جدا أهمها الفحم تالت دول العالم انتاجا للفحم هي دولة الهند زي ما اتفعنا مناجم كتير جدا للفحم في هضبة الدكن بينتج من دولة الهند في هضبة الدكن كذلك الفحم في دولة الهند هو أساس صناعة الحديد والصلب في الدول أساس صناعة الحديد والصلب في الدول ولكن ألاحظ شيء مهم جدا أن دولة الهند تفتقر لمصدرين من أهم المصادر وهو البترول ومصادر الطاقة الأخرى تفتقر دولة الهند للبترول ومصادر الطاقة الأخرى دي نقطة مهمة جدا لذلك بدأت تلجأ دولة الهند للطاقة النووية والطاقة الكهربائية كبديل لمصادر الطاقة يبقى نقطة مهمة جدا 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 في دولة الهند أن دولة الهند تفتقر لإنتاج البترول وتفتقر لإنتاج البترول وتفتقر للمصادر الطاقة الأخرى لذلك لجأت دولة الهند للطاقة النووية والطاقة الكهربائية كبديل لمصادر الطاقة آخر الأنشطة الاقتصادية موجودة عندي في دولة الهند وهو نشاط الصناعة نشاط الصناعة زي ما احنا ملاحظين بدأت الهند تشهد خطوات سريعة في تطور الصناعة خطوات سريعة في تطور الصناعة أرجع كده قليلا قلنا علشان أوجه المشكلة السكانية في الهند قامت الدولة بالاهتمام بالتعليم والبحث العلم وده كان لي أثر في تطور الزراعة والصناعة تطور الزراعة والصناعة لذلك شهدت الهند خطوات سريعة في تطور الصناعة هذه الخطوات كانت بسبب توافر مقاومات الصناعة الاهتمام بالتعليم والبحث العلم الاهتمام بالتعليم والبحث العلم أهم الصناعة اللي بيتم إنتاجها داخل دولة الهند تبدأ بالحديد والسلط السيارات الإلكترونيات الآلات المنسوجات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والصناعات الكيماوية يبقى الصناعة شهدت خطوات سريعة شهدت الهند خطوات سريعة في تطور الصناعة راجع لإيه؟ راجع لتوافر مقاومات الصناعة والاهتمام بالتعليم والبحث العلم أهم الصناعات القائمة في دولة الهند صناعة الحديد والسلب صناعة السيارات صناعة الإلكترونيات والآلات والمنسوجات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ده بالنسبة للموارد والأنشطة الاقتصادية بدولة الهند نأتي لجزء مهم جدا في دولة الهند وهي المدن الرئيسية والهامة في دولة الهند تلات مدن رئيسية في دولة الهند تعتبر من أشهر المدن في دولة الإيه؟ في دولة الهند نبدأ بالعاصمة السياسية نيو ديلي زي ما احنا شايفين كده على الخريطة العاصمة السياسية هي دولة إيه؟ هي مدينة إيه؟ مدينة نيو ديلي مدينة تعتبر هي العاصمة السياسية يوجد بها الجامعات توجد بها المراكز الصناعية توجد بها معالم تاريخية مهم تاني نيو ديلي مدينة تعتبر هي العاصمة السياسية عاصمة دولة الهند يوجد بها جامعات يوجد بها مراكز صناعية ومعالم تاريخية مهم طيب المدينة التانية على ساحل البحر العربي وهي مدينة بومبي وهي مدينة ايه بومبي هذه المدينة تعتبر العاصمة التجارية تعتبر العاصمة الايه التجارية ده طبعا الوقوعها على البحر الايه العربي تعتبر العاصمة التجارية واهم مدن الساحل الغربي أهم مدن السهل الغرب هي من أكبر الموانئ والمدن الصناعية في دولة الهند من أكبر الموانئ والمدن الصناعية في دولة الهند أيضا من المدن مدينة حيدر أباد حيدر أباد توجد في هضبة الدك هذه المدينة توجد على هضبة الدك من أكبر مراكز الصناعات اليدوية وبتضم داخلها عديد من المراكز الإسلامية عديد من المراكز الإسلامية مدينة مهمة جدا هي مدينة حيدر أباد موجودة في هضبة الدك هذه المدينة بتضم مراكز للصناعات اليدوية صناعات إيه؟ يدوية وتضم كثير من المراكز الإسلامية كثير من مراكز الإيه؟ الإسلامية يبقى قلنا ثلاث مدن مهمين جدا مدينة نيو ديلهي العاصمة السياسية بها كثير من الجامعات المراكز الصناعية المعالم التاريخية المهم مدينة بومبي على ساحل البحر العربي وهي العاصمة التجارية أهم مدن الساحل الغربي من أكبر الموانئ والمدن الصناعية في الهند مدينة حيدر أباد هذه المدينة توجد في هضبة هضبة الدك حيدر أباد موجودة في هضبة هضبة الدك أكبر بتضم أكبر مراكز الصناعات اليدوية وتضم العديد من المراكز الإسلامية العديد من المراكز الإيه؟ الإسلامية دولة بحجم الهند تربطها بمصر كثير من العلاقات كثير من الإيه؟ من العلاقات ويمكن العلاقات المصرية والهندية شهدت في الفترة الأخيرة نموه كبير جداً نموه كبير في جميع المجالات مجالات سياسية، مجالات اقتصادية، مجالات ثقافية ومجالات علمية شهدت العلاقات المصرية والهندية نموه كبير في جميع المجالات سياسية، اقتصادية، ثقافية وعلمية طيب تعالوا نبصوا كده على علاقة التبادل التجاري ما بين دولة الهند ومصر مصر بتصدر لدولة الهند قطر أسميدة خام أسميدة مصنعة الجلود الفوسفاد تصدر مصر إلى دولة الهند مرة تانية القطر الأسميدة الخام الأسميدة المصنعة الجلود الفوسفاد طيب تستورد مصر إيه بقى من الهند؟ تستورد مصر من الهند غزل القطر السمسن الشاي التوابل قطع غيار وسائل النقل يبقى العلاقات المصرية والهندية شاهدت في الفترة الأخيرة نمو وتطور كبير في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مصر بتصدر إيه الهند؟ بتصدر قطر أسميدة خام أسميدة مصنعة والجلود والإيه والفوسفاد ثم في النهاية تستورد مصر من دولة الهند غزل القطر السمسم الشاي التوابل قطع غيار وسائل الإيه؟ قطع غيار وسائل النقل طيب بكده بتكون انتهت جولتنا في دولة الهند أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني التوفيق لكل الطلاب والطالبات إن شاء الله بإذن الله نلتقي بكم قريبا في دروس جديدة من دروس مادة الجغرافي اشتركوا في القناة